أيضاً نشير إلى هذا العاجل حيث ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد إلى فخمة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل وجموع الشعب المصري العظيم وأكد رئيس الوزراء أن ذكرى هذا الانتصار العظيم ستظل أيقونة خالدة في تاريخ الأمة المصرية تجسد قدرات الجيش المصري القتالية المتميزة ودوره الوطني في الذود عن تراب الوطن وردع كل محاولات المساس بمقدراته وتعكس قوة إرادة المصريين وصلبتهم كما نستلهم من هذا النصر ما يدفعنا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ونهضة الوطن أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تصاعد التطورات المتسارع التي تشهدها المنطقة خلال الأونات الأخيرة يفرض ظرفا استثنائيا يلقي بظلاله تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية لبلداننا ومنها مصر سواء عبر ارتفاع أسعار البترول وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس نظرا لما يحدث في البحر الأحمر مؤكدا أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة نظرا للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالتهنئة إلى السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة حفل تخريج الدفع الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام 2024 بتشريف رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه العناصر الشابة ستدعم بصورة فاعلة جهاز الشرطة المصرية الذي يتمتع بكفاءة كبيرة ويقذى عالية ويقوم بدور وطني بالغ الأهمية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق كافة عناصر الأمن والأمان بالجبهة الداخلية وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها مدخلة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل تخريج الدفع الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة ثم الحوار المفتوح الذي عقده رئيس مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية ولفت رئيس الأزراء إلى أن السيد الرئيس حرص على تناول القضايا المرتبطة بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية وإضاحي موقف الدولة تجاه مجابهة تلك التحديات حيث شدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية مؤكدا أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجية للدولة المصرية والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن مضيفا أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها تحسبا من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي بأكمله منوها إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات الشعوب من جانبها عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال الاجتماع عرضت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023-2024 ترجمة نانسي قنقر